كلنا دون استثناء يا جماعة كلنا دون استثناء شوف يمكن في الحلقة دي تحديدا واضح ان انا متحمس واضح ان في افكار وفي مقترحات وما الى ذلك متحمس ليه لان انا من الاخر كده على بلاط انا ظهري مسنود ظهري مسنود على ايه بعد ربنا سبحانه وتعالى ظهري مسنود انه خلاص احنا ازمتنا في الفجوة التمولية في نيتو خلويس راحيت باي باي فاقدر كراجل بيقدم هذا البرنامج اقدر كمواطن ان انا وانا بقول المقترح عارف انه هيمشي وعارف انه هيمفى وعارف انه مش هيؤول بقى اه يا عم ده بيقوله كده علشان خاطر اصلا مفيش فلوس واصلا مش عارفين يعالجه الازمة الاقتصادية فعاوزين يعملوا مش عارف ايه لا 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 خلصت احنا مية وعشر مليون بنيقدم ظهرنا مسنود بعض رباني سبحانه وتعالي وكمان بالمناسبة لان احنا في عندنا قيادة سياسية في منتهى الحكمة والله انا ما بتكلم هذا الكلام علشان يجي واحد تافع يقولك هذا نفاق هذا رياء انتو تطبلون انتو تنفعلون انا مبارح قلتلك لقطة حتى ساعة قلتلك المزيع المعلم يلقط الحاجات لما بعمل اجراءات بتاعة رفع المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات وزيادة معاش حياة كريمة ده معناها ايه ان انا زودتلك الفلوس اللي هتخش معك في الشهر ده مش انا اللي عملت كده ده الريس اللي عمل كده وتيجي هذه القرارات تقريبا قبل أسبوعين من اعلان اتفاق استثمارات راس الحكمة ما هو بالتأكيد الريس كان يعلم جيدا لانه في النهاية خالص يعني اجماعة خلينا بس نبقى واضحين ده اتفاق على مستوى الرؤساء من الآخر والحكومة بزلت فيه جهد رائع واشتغلت فيه زي الفل بصراحة برضه بس ده اتفاق على مستوى الرؤساء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وصاحب السمو محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة فده اتفاق على مستوى الرؤساء فطبعا الرئيس كان عارف انه خلاص احنا هنمضي في التاريخ الفلاني في الساعة الفلانية حلو اجي قبلها بأسبوعين وارفع المرتبات والمعاشات وحياة كريمة وارفع حق الا ارفع قصدي حد الاعفاء الضريبي وده تخطيط وده زر انت شايف ان ده زر او انها صدف مثلا لا ده اسمه تخطيط ده اسمه بلد عرفة هي رايحة فين ده اسمه رئيس وجهازه التنفيذي مؤسساته اجهزته حكومته عارفين ماشيين فين وبتتخطط ان الخطوة دي تقود لي دي تقود لي دي تقود لي دي بالضبط ان ما قلنا لكم هو لو لا البنية التحتية اللي اتعملت ما كنا نجحنا في اتفاق رأس الحكمة ولولا نجحنا في رأس الحكمة او بسبب نجحنا الحمد لله بفضل ربنا في رأس الحكمة ده احنا هننجح في الواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في الخمسة اللي جايين او الستة اللي جايين ده تخطيط ده كل ده كده انا بقولك بعيدا عن السياسة بعيدا حتى عن تخطيط سابق كان متعلق بالصوامة متعلق به غاز المتوسط متعلق به مجمعات الاسالة لا اسمه تخطيط على الصعيد السياسي ومش هقولك هو بعيدا عن نصر نفنايا خلاص كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية هو اقرب ما يكون للقاهرة ليه لانه هذه القضية هي قضيتنا المركزية